أصدر المجلس المحلي لمدينة جرابلوس تعميما ينص على تحديد الأوقات التي يمنع ضمنها التواجد على ضفاف نهر الفورات بالقرب من مدينة جرابلوس طبعا هذه الأوقات التي حددت من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحا في فصل الشتاء وأيضا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحا في فصل الصيف طبعا هذا القرار بحسب المجلس أنه جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة وأيضا للحفاظ على سلامة المواطنين وللضرورات الأمنية ولسيما أن هذه المنطقة ضفاف نهر الفرات شهدت في الآوينة الأخيرة استهدافات متكررة من قبل قوات قصد سواء بعمليات القنص وحتى بالاستهدافات بقذائف المدفعية كان آخرها استهداف لعائلة كانت تتواجد على ضفاف النهر استهدفت بقذائف المدفعية وأسفر هذا الاستهداف على إصابة بعض أفراد هذه العائلة لأكد المجلس المحلي لمدينة جرابلوس على ضرورة الالتزام بهذا القرار وأنه من سيخالف هذا القرار سيتعرض للملاحقة من قبل قوات الأمن الداخلي وأيضا للمسائل القانونية همام الزين تلفزيون سوريا من على ضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلوس